اشتركوا في القناة في مقر المجلس الاعلى للمرأة بالرفع وقد تسلمت سموها التقدير الختامي لبرنامج عمل يوم المرأة البحرينية لهذا العام من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وقامت سموها بتكريم معاليه على تفضله بالاشراف على اعمال اللجنة كما تفضلت سموها بتقديم تكريم خاص لسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة جبك لاختياره الشخصية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية في المجتمع من مؤسسات القطاع الخاص وأكدت سموها همية يوم المرأة البحرينية وما يحظى به من اهتمام ومتابعة مباشرة من لدن جلالة الملك المفدى منوهة سموها بنجاح الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية لهذا العام مشيدة سموها بجهود اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية وأشدت سموها بمخرجات برنامج عمل يوم المرأة البحرينية والذي جاء في سياق ما تطمح له هذه المبادرة الوطنية من مراجعة شاملة لمشاركة المرأة البحرينية في مجالات العمل الوطني وأشدت سموها بتوصيات البرنامج الذي ركز على مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات وأنظمة العمل والإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني وبرامج التعليم والتدريب والتطوير الذاتي للمهندسات وتهيئة البنى التحتية والتصاميم الهندسية من منظور إدماج احتياجات المرأة وأعربت صاحبة السمو عن تطلعها إلى متابعة تنفيذ مخرجات يوم المرأة بما ينعكس إيجابيا على تقدم مملكة البحرين في هذا المجال ووجهت سموها الشكر والتقدير لكل مؤسسة ساهمت في إنجاح فعاليات وأنشطة يوم المرأة البحرينية 2017 من المؤسسات الرسمية والوزارات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأشهدت سموها بنتائج مسابقة أفضل تصميم لنصب تذكاري ليوم المرأة البحرينية فخر التي هدفت إلى إشراك المهندسين من جيل الشباب في تصميم نصب تذكاري يجسد مسيرة عطاء وتقدم المرأة البحرينية ويبرز التطور الهندسي للمعالم الحديثة في البحرين وقد عربت سموها عن عجابها بمستوى التصاميم المقدمة وتقديرها لجهود فريق المرشدين من المهندسين متطلعة سموها لرؤية النصب ضمن المعالم الوطنية في مملكة البحرين من جانبه قدم معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة شكرا والتقدير لصاحبة السمو الملكي نيابة عن جميع عضاء اللجنة مشيدا معاليه بالنهج الذي رسمته سموها ليوم المرأة البحرينية كل عام مقدرا معاليه عاليا دعم سموها اللامحدود لكافة البرامج الخاصة بالمرأة البحرينية المستمد من دعم القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة المستمد من دعم القيادة الحكومة الموقرة